خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في محافظات مصر المختلفة هالة صباح الخير عليك صباح الخير يا شازلي صباح الخير يا منا وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا جولة مرورية مفصلة وبعدها جولة سارية في أحوال الطقس نبدأ مع حضراتكم دلوقتي نستعرض مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر كالعادة هنبدأ من محافظة قاهرة وشارع رمسيس تحديدا اللي بيشهد كسافات مرورية دلوقتي مكملة لحد شارع الجيش أصولا لمدان العباسية نفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم وهناك هنلاقي برضو بعض الكسافات البسيطة عند كبر الجلاء هنلاقي في سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة وعند كبر المطار في كسافات نسبية ولكن هتبدأ تقل وتختفي وإحنا دخلين على طريق المطار عند كبر الحدايق لللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجاري كذلك الأمر على كبر المطارية القادم من الكابلات كورنيش النيل اللي جاي من المظلات فيه كسافات مرورية بسيطة متحركة ومستمرة لحد وسط البلد نروح مع بعض دلوقتي على محافظة الجيزة شارع الهرم في حركة للسيارات هناك فيه بطيئة وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت بعض الكسافات في منطقة مشعل وكسافات من شارع ناشرين والحد الطلبية كسافات أيضا للمتجه الكبر الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين في محافظة المينيا فيه سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق لو مشين على الطريق الصحراوي الغربي من محافظة بني السويف لمحافظة المينيا هنلاقي أنه فيه سيولة مرورية وطريق كمان الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق معدى بعض الكسافات البسيطة أما طريق المينيا مغاغة ففيه بعض الكسافات البسيطة الغير مؤثرة طريق الصحراوي الشرقي فيه كسافات مرورية بسيطة نروح بقى دلوقتي لمحافظة الشرقية في محافظة الشرقية طريق الزقزيق منيا الأمح في سيولة مرورية الحالة داخل مدينة الزقزيق في كسفات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجمعة كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد لدرب نجد أما طريق أبو حمد الإسمالية فماشي بشكل كويس جدا معادة بعض الكسفات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور خلصت كده نشرتنا المرورية المفصلة دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطاقس النهاردة الطاقس هيكون معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد في شبورة مائية الصبح تكون كفيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة درجة الحرارة في قاهرة النهاردة 27 وأعلى درجة حرارة هتكون في الوادي الجديد 31 أقل درجة حرارة في كاترين 23 درجة طبعا هنتابع مع حضراتكم الطاقس وبالتفصيل بس بعد شوية دلوقتي عودة مرة تانية لشازل يومنا ومتابعت فكرة صباح حرارة مصر شكرا لك